تعيش جاليتنا الوطنية على وقع الحرب في أوكرانيا ولا يسود هناك غير الخوف والرجاء خاصة مع توغل القوات الروسية في كييف وتوسع الهجمات الصاروخية وانتشار السلاح في الشوارع الحال نفسه تعيشه الجالية العربية المقدرة بنحو 30 ألف أما جاليتنا الجزائرية ففي حدود بضعة آلاف أغلبهم من الطلبة والعاملين هناك والذين وجدوا أنفسهم نازحين على أبواب الاتحاد الأوروبي الوضع صعب 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 جدا 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 الوضع صعب مكاش المياه قلت مكاش المياه مكاش الحصار محصورين الخوف يعني الخوف هم الخوف والقصف القصف على كييف وعلى مدينة خاركوف الكبيرتين جنوب أوكرانيا الجنوب ما فيه القصف الفيف هذه ما فيها قصف لكن الأماكن الأخرى عليها قصف العاصمة والمدينة الثانية وحسب بعض العائدين من كييف عبر مدينة لفيف بغرب أوكرانيا أن السلطة البولندية سهلت لهم عمليات المرور هناك وهو ما سهل توافد أعداد كبيرة قدمت من كل ولايات أوكرانيا كما أن الشرطة سهلت مرورهم حتى بالنسبة للذين هم بدون وثائق نحن في كل دولة أرى عندي مندوب المندوب البولندي ما التقت معه لكن المركزين كله على المندوب اللي موجود بكييف وتنسيق مع الأجانب مع البولنديين والأوكرانيين الموجودين ببخارست وببودابيست لأن هناك الناس تستقبل النزوح ويفر عشرات الآلاف من المدن الرئيسية في شرق أوكرانيا في خركيف وبودابيست وفي أغلب المناطق التي أمرت فيها السلطات المحلية السكان على الاحتماء بمحطة المترو والمخابئ المضادة للقنابل والأقبئة في كل الساعات التي يحدث فيها القصف إلى حين توقفه وتوقف هذه الضربات السريعة والمفاجأة توقف هذه الضربات السريعة والمترو 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 والم